جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون وكل ما من شأنه بناء شخصية الإنسان المصري والارتقاء بمستويات الوعي والمعرفة جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية حيا كريمة وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تمت إقامتها في عدد من القرى المستهدفة وذلك خلال شهراء فبراير ومارس حيث أشار مدبولي إلى أنما يتم تقديمه من نشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية خاصة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حيا كريمة يأتي في إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن والتوسع في مجالات اكتشاف ورعاية وتبني المواهب بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حيا كريمة ترجمة نانسي قنقر